هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهيسن بس وما بتمثل حكواتي أول شي بونسوار بعد حلقة الأسبوع الماضي اللي أثارت بلبلة يعني بالوسط الفني وبوسطنا البودكاست هيسن بونسوار يعني عن جد بعد الجدل الكبير الأسبوع الماضي أخيرا حلقة من بعد المصالحة بمصوار حياتي نعيما كتير عم بروحوا عليهم الناس اللي مش عاملين فولو الأول شي بمصوار على انستجرام اللي يشوفوك محممة وشعرك ماي بس ما لازم تخلي شعرك ماي أوكي لا هلأ رح نشوفه أوكي مثل ما أنا شفتي لدمي خلال الفترة الماضية بس بحب خبركن جايز أنه مر أكتر من أسبوع على عيد ميلادي وهيسن بطبيعة الحال بعد ما عزمني على شي بحب خبركن أنه هلأ الساعة 8 المساة بتوقيت بيروت وأنا بعدني متغدات تانكيو ما رح أقوله أكتر من هيك تانكيو اليوم مثل ما وعدنا الجايز يا هيسام هو البايت تو أو الجزء التاني من عملتا ما عملتا قبل ما نفوض هل محضر لي أسئلة هيك حساسة أسئلة جميلة جدا وحساسة وبتفوت بمواضيع دقيقة بس سؤالي بالحلقة الماضية اللي كنا متخانئين فيها كنت قلت أنه في عندك موضوعين ثلاثة عبارك تبلش فيون الحلقة هايدي نسيت أيون؟ لا ما نسيتهم بس الفكرة أنه ما قلش لدي هلأ أحكي فيهم سرارة تير عبالي أعرف شو هنة طيب ما تحكي فيهم بس قوليلي شو هنة أوكي بل كيو عن جادة منتركهم للأسبوع الجاي أول موضوع أنه في حدا من مستمعين أول شيء بمصور كان بده أنه نعمل حلقة عن الحيوانات هي شخص عندها خوف أو فوبيا من الحيوانات وبدأ منه أنه نعمل حلقة نخبره عن أنه قديش الحيوانات أليفة وما بيخوفه عندي جواب لأ لا بعرفه على يودا صراحة لا أنا عندي جواب لألك عزيزتي المستمعة إذا كنتي عم تسمعي هالحلقة ما في داعي نعمل حلقة عن الحيوانات اللي بيقدموا البرنامج حيوانات وليك شو لازيزين كل واحد يحكي عن حاله أنا ما بعتبر حالي انتبهي أنا أليف ووفي يعني إذا أعتبرتيني حيوان معين بس أنه غنوة ليست بأليفة وليست بوفية أوكي الموضوع التاني الموضوع التاني كان بدي أحد كان بدي إلك عن تو سيريز حضرتهم هيك شوي أثروا فيي عن نوعا ما سيريز كيلرز واحد اسمه دامر اللي هلأ هو ترندي كتير ايه ترندي كتير وهو نمبر وون أو توب وون بلبنان على نتفلكس والتاني كلهم هولي يعني تروي إفنت صايرين والتاني هو من هان تيونا بومبر عن واحد كمان عمل سلسلة جرايم بالولايات المتحدة وبيخبرونا قصته بطبيعة الحال وكيف إن شاء الله ما بيصير معك إلا سلسلة أفراح بحياتك غنوة بس أنا أول واحد جربت أحضر وأول واحد زكرتي جربت أحضر أول حلقة منه ما أقدر تكفيها مش لأنه قريت كتير على قده هو بشع أو يعني سك بس أنا موصلت حتى ليصير سك يعني أنا بلشت أول حلقة حصيته كتير بطيء يعني مللني قبل ما أحضره بس أنه هو كتير أخذ أصداق حلوة ما هو كل الحلقات تابعه هيك هل قد بطيئة هل قد بفوتك بالكاركتر تابعه وفعلا أنا يعني لو حضرته كنا حكينا عنه بس ما رح نحكي عنه خلينا نبلش مباشرة بلعبتنا لحتى ما يتغير علينا شيء أكيد السؤال الأول رح بيكون سؤال يعني إذا بدك بيوصل للمستوى الراقية اللي بلشت فيه الحلقة الماضية طبع عملت ما عملت كنت سألتك بالحلقة الماضية وهيدا الشيء أخذ كتير جدل على مواقع التواصل إذا أطلقت ريح شيء مرة بي المجتمع أو يا الله هالسؤال يعني وحيات ألا هالأموتة شو عملت؟ أموتة أو أموتة أو أزحت مثل ما نحن نقول صار في كتير جدل على إسمها أصلا للحدث أو للأكت فاليوم يعني إذا بدك بارت 2 للأموتة السؤال بيقول عملت ما عملت أموتة سلاش أزوحة سلاش إطلاق ريح بالنحوي واتهمت حدا تاني فيها يعني حطيتها بظهر حدا تاني بطبيعة الحال إنه أكيد أنت وانت بتعملها بتحب إنه إنه أكيد ما يعرف العالم إنه هيدا أنت أنا غير إنه أيام لما تصير بحط حق على حدا تاني أيام نحن لما نكون سيئين بالطريق ونقطع بمنطقة فيها ريحة بشعة دي غير بتطلع مثلا بيخيق وبيرامي بيقول لهم إنه قف يعني إنه شوي شوي إنه علينا يعني بتبع ريحة كتير طالعة فبحطها فيهم بس إياه أكيد عملتها أوكي فاري نوف لأني ذكرت إنه عملتها كذا مرة خصوصي بالمولات ويور براود وفكرت إنه أنت عددا بتكوني فخورة بأموتك سلاش أزوحتك سلاش أطلاق ريحك لا إنه بطبيعة الحال أكيد لا مش حلوة يعني إنه تنعرف إنه إيه إيه أين براود لسيينج إنه إيه أنا شو ألكم لا إنه كامان هل هي بتجي مع صوت أو كاتمي للصوت اليوم بهم مستمعي بحب حافظ بهيدا البودكاست على إذا بدك شوي من الرقي إنه ما نروح كتير فخلينا نكتفي بقى السؤال الأول اللي سألتني وإنت بليز جاوب جواباً على سؤالي أوكي جواباً على سؤالي إنه أكيد يعني إنه أكيد صغيرة هلأ انتبهي أنا مش من الناس اللي كتير بتعملها عن جد يعني مش إنه قصت I'm not proud وكذا مش إنه مش من الناس اللي كتير بتعملها بيه المجتمع بس إذا صارت أكيد صغيرة بحياتي أكيد بتتهم حدا تاني إنه ما بقول إلا إذا حدا كتير سبر 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 رفيقي أو سبر إنه من عائلتي عادي يعني I'm proud قدام عائلتي بس إنه بالمجتمع لا بحط بحدا تاني أو إيه إنه بالجو العام إنه العام في ريحة أوكي سؤالي الأول أنا بيقول أنا سألت اليوم هيك لذيذة سلثة يعني مش كتير تشيب مثل أول حلقة هل شي مرة تركت over a text message يعني تركت شخص برسالة ما حتى كلفت نفسك إنك تحكي أو حتى تشوفه live شوفي حكيني كتير عن هالموضوع قبل وقايل لك أنا إنه من أبشع الإشي إنه ينترك الإنسان بtext message يعني إنه ما تعطي إيمي على القليلة إنك تشوفيه وتخبريه ليش عم تتركه بس أنا مش تركت بtext message انتبهي كان في نوع إلا الحقيقة بس إنه كان في نوع من سوق تفاهم بإسم العلاقة اللي صايرة ووضحت بtext message ومن وقت الهلأ ما شفت هيدا الشخص رجعت بس إنه طبع إنه نحن أصحاب ولا أعزوا بس إنه وضحت بtext message على واتساب بس إنه مش إنه تركتنا على واتساب ما كان في شيء أصلا الطرف الآخر كان مفكر إنه في شيء فوضحت ووضحت على واتساب وما رجعت شائعة الظروف إنه ننجح نلتقي أنا وهيدا الشخص ولا مرة أصلا أنت عملتيا أو ما عملتيا أنا هيدا من الأساس اللي بندم علي إنه نعم أنا صايرة معي إنه تركت وإن تركت over text messages يعني تركت من شخص وأنا كمان تركت شخص over text messages إذا هالشخصين عم يسمعونا رجاء إذا بعد عندكم الهيستري طبع حس واحد منهم عم يسمعونا التاني لا اللي أنا تركته ما بيسمع بس هو نفسه اللي تركتي وبعضكم أصحاب اللي تركني بيسمع شو؟ أنا سوري أنت مرة مخبرتيننا عن حدا تركته بس بعضكم كتير أصحاب إيه إيه أنا أصحاب مع كله اللي تركوني هاو غروة هيسم أنا فيه شي غريب عن جد ما بعرف شو إذا فينا نحكي فيه بجدية إنه أنا حتى الأشخاص اللي أزوني بلاقيلون تبريرات أنا هول التو سيريز اللي هلا أخبرتك عنهم إن كان دامر أو The Unabomber اللي هني قتلين عالم يعني ومرتك بين جرائم في بارت مني دايما لأنه now I know the story تابعون في بارت مني هيك that feels bad for them إنه I wanna be there for them فحتى اللي أنا بيأزيني بجرب أدما فيي برر له دايما إنه what if he is going through X Y what if he has a story that I don't know what if I'm only judging him إنه أوكي تركني كتير سئيل هيدا الشي بس إنه هلأ هو فيه نوع من ادعاء الميثالية هيدا اللي عم تقوليه مع إنه هو هيك كاركتاريك مش عم بحكي أنا كاركتاريك فيه ادعاء الميثالية بدل ما تجي تفهميني لقلي بس فيه نوع من التناقض يعني أنت لما عملنا حلقة عن جريمة المنصورة لك أنا قدي قوي وكيف يجمع على المواضيع لما سألتك عن القاتل قلتلي حتى ما ببرر له ولا بنتره يخبرني ليش عملها دغري بقتله مش مظبوط إذا أنت بتتذكر مظبوط أنا بوقت قلتلك أنا بقعد معه بحكي معه ليش عمل وبعلي بس على الأكيد بس على الأكيد بقتله قلتلي حتى ما بضيع من وقت على الأكيد بقتله قلتلي ما بضيع من وقت أنت اللي قلتلي هيك أنا قلتلك يا حبيبتي بتمع شو أسبابه وبجرب عالجه وبجرب ساعده لأنه هيدا إنسان مريض لا ماش وأنك متناقضة عندك مش كلي هلأ يمكن اللي بتعملي بالعليقات هو شي منيح بل كي لأنه هلأ لما حضرت للسيريز وشفت الستوري تبعا كل واحد لا حب أعرف الستوري بس مش لبررله لا مش لبرر أبدا اللي عملوه غلط بس أنه ما في حدا بيقتل أو بيقدم على أي جريمة أو شي وحش إلا ما يكون عايشي وحش كمان وصلته لأنه يرتكب هيدا صح القاتل دائما بس منه تبرير يعني شوف معالش بدي أعطيكي اليوم نصيحة غنوة خليها بيدينتك وعلقية بيدينتك بتقول أنه الوحش كان في وحش تاني بحياته يعني كل إنسان عم يعمل شي سائل أكيد أعطي بي شي سائل هذا مش تبرير لقل له بس أنه يعني طيب السؤال الثاني يلا خلينا نضل بأجواء اللعبة حتى ما نقلبه دراما عملت ما عملت أوكي عملت ما عملت تنقوز على شخص هو وعم يغير تيابه فيك توضيح مثلاً المكان لا لا بشكل عام عملتيا أو ما عملتيا أنك تتنقوز على شخص من فتحة الباب أو من الباب أو من الشباك وأنت عارفتيا عم بيغير تيابه يعني عارفتيا عم بيغير تيابه أتغير أو حركاتك بتدل أنه عملتيا يعني هل طب ليك هايسام أنا بأول جزء تعرفني أنا ما بحب كذب بس بأول جزء قلتلك إنه إذا بدك يكفي هيدا البودكاست إذا بدك العالم يضلون عم بيسمعونا أرجوك وراجئا لبقى تروح على هول المواضيع اللي بيحطوني بموقف محرج يعني اللي جوابه بطبيعة الحال بس إنه ما حددت إذا بنت أوصبة ما حددت وين ما حددت كيف يعني فينك كون مثلا لاتسي عم بيشتري تياب بيزارة واتسو أفر وفي حد واحدة عم بيكب مثلا عيني أوكي بس مش إنه أفضلني منوضر علي لا إنه بشوف عم بتبدل وبكف يعني يا ريتك تنقوزتي على غير شي بغير ظروف أحسن لأنه سؤالي اللي قاليك لا بتتنقوز علي لاتشوفي كيف جسمها لاتشوفي شو لا لا إنه سبحان الله يعني قاطعة وفي حد عم بيغير تياب وما بتتطلع بلا هيك حشرية أكثر بس أنا سؤالي مش حشرية سؤالي عارف إنسان موجود بمطرح عم بيغير تياب هو شخص رجل أول لا لا مت لا بحترم هيدا بحترم هيدا الخصوصية وما بتنقوز أوكي شكلك أنت بتتنقوز لكي أكيد عملها بطفول أكيد عملها بطفول ليه بتربط كل شي محرج بتفولتك يعني إن كان أكل المخط إن كان إذا بتطلع ليش إنه بتفولتك مبررة بس إنه عكبر مش مبررة يعني لأنه نحنا ضحيت نحنا نتيجة ماضينا بداية تانيا لأنه أكيد مش دايق مخط أنا وكبير غنوة يعني بس إنه أنا وصغير برك وكرمال الحش إنه أني تنقوز على حدا لا أكيد إنه هيدا هيدا حرمة شخص حرمة معرفتك أكيد والله حرمة شخص بس إنه يمكن أنا وصغير هيدا الحشرية اللي عم تحكي عنا بزارة أو بمطرح الألبسة هيدا كانت أكبر عنا لما كنا صغار يعني إنه نكتشف أجسام الآخرين فإنه بركي كنا تتنقوز أوكي لأ أنا لأ أوكي عملتيا أو ما عملتيا فعملتا أو ما عملتا عملتا أو ما عملتا يا هيسم إنه قلت لشخص إنه بتحبه أو بتحبه وإنت ما بتقصد هيدا الكلمة يعني أنت قلت له I love you حياتي وإنت مش إنه ما بتحبه ما بيعنيلك أوكي السؤال إذا ما بيعنيه هو أصلا ما بيعنيلي أصلا ولا ب صح؟ بس أي لشخص I love you بس إنه ما أمنك أصدر شوفي خليني خبرك بغض النظر هالشخص بيعنيلك ما بيعنيلك بتكره وما بتكره شوفي خليني خبرك شغلي هالقلب الطيب اللي عندي ما تويخزيني بالكلمة كان يعملي كتير مشاكل قبل هلأ بعضه بيعملي بس إنه قبل أنا كنت هيدا النوع من الناس ياللي بقول I love you أو يا الله شو بحبك أو يا الله شو بحبك لكتير ناس لأغلب الناس اللي عن جد بحس بقلبي هكي شي حلو تجاههم بس مش أصد فيها أنه بحبك أو بحبك أو I love you عن جد يعني أنا مغروم فيك ومشون فيني نام فأيام لا ما أصده آه لا ما أصده لا سوري عطاست الانسان ما بيعتص بنا بيعتص وبيعمت بس اللي بدي أقوله بس إيه شو أنا فاهمان شو سؤالك ما أصده I love you طبع بحبك يعني الحب الغرام فاهمان فاهمان بس أنا عم موصل لك أنه أنا من الناس اللي كانت تنفهم I love you طبعا أصلا غلط أنا مش ما بيكون بيعنيلي لا يعني أنا بيكون أصده من جو بس أصده كأنه يا الله ما أهضمك يعني ما أهضمك فيه يقلك إيه I love you قدم أنه حلوة يعني فهمت قصدي فكانوا يفهموا شوية غلط وتوصلني على محلات بشعة بس أنه لا قاله I love you أنا عن جد كتير بكره من جوه أو مش أنه بكره ما بيعنيلي أبدا لا ما عملته أنت أوكي إلك أنا لا مش قيلته أوكي عندي سؤال بس رح تركو للآخر لأنك طلبت أنه يدلوا المستمعين معنا لآخر الحلاء هلأ عملتيا أو ما عملتيا اتحشرت بصاحب رفيقتك فيها تكون النوية سيئة وفيها تكون النوية منيحة يعني هلش مرة اتحشرت بصاحب خطيب زوج رفيقتك أيام المدرسة أيام الهاي سكول هلأ قد يكون لنوية سيئة لأنك أنت نوتي جيرل مثل ما تعودنا عليك أو أو قد يكون بالاتفاق مع بركي مثلا لا توقعوه لا تشوفي كيف بيتصرف لا تشوفي شو وضعه معيك لا لأنه يعني أنه ولا مرة كانت يعني باد انتنشنز ولا مرة كانت أنه أنا أصدي عن جد اتحشر بصديق أو خطيب أو زوج رفيقتك ما بحب بتكون بلا أصديك مثلا فتح كتي شو كيف يعني لا 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 أنا مش بتاعتي الكلام ده أنا كل أنا كنت طول عمري جامده فلا أنا ما بحب هالحركات بحب أنه كون كتير النوية طبعا دي فكر مال أنه العالم يحترموني بالنهاية هيسا شي مرة حصيتي بأنك تقولي للشخص المراضي إيه الجرالي أنا ليه مسلمه لك أنت إزاي ألبت حالي خلتني مشتقه لك ليك أنا صار لي سنتين مزوجة أربع سنين خاتبة وتسعة سنين نعم أو عابيني كافة مع هيدا الشخص إذا عابيلك يعني تانية بس سعطيني خبر حتى أعرف أنا شو كيف أتصرف أوكي بعد سريع عملت ما عملت 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 ما عملت يا هيسم أنه أنت هلقد هيك متفاقل بتحس أنه معقول يوم من الأيام تتحقق أعملت أو ما عملت أنك بعثت ميسج لأحد المشاهير اللي أنت بتطلع لهم وبتحبهم وعبرت لهم بميسج قدي أنت يعني أنه أنت غرامة أنه أنا بحبكني كتير وكانت أتعرف عليكم شي نهار لعندي أحساس أنه هيدا السؤال اللي أنت رح تجاوبيني بنعم لرامي عياش بس الفرق حياتي أنه أنا رامي عياش جوابني and we had a conversation ما بعرف إذا بتعرف بس أنه أنا اشتغلت عبرنامج مع المشاهير مع الام تي في وبوقت تعرفت على رامي عياش وعملت روبرتاج وبوقت نزلت ستوري وجوابني وكذا مرة يعني أعمل له تاقي يكون عم بي جوابني بيعرفني بنت الطايفة فعلا هيك بيحبني زيادة أنت يا هيسم السؤال إلك جوابي على السؤال هو عملت تدا شوفي أنا ما كنت ما كنت بعرف بحياتي أني رح أصل لمحال صور سير أنا كمان إلى حد ما موجود بالوسط الفني أو بين المشاهير نعم في كسا حدا لمين باعت لا مرح مرح بس في كسا لا بلس بدنا بس على القليلة اسم هيك نعرف نحنا مين at least who's your target celebrity اللي تجرأت أنت وبعدتله ومفكر أنه رح يرد ذلك أكيد ما ردت بوقتها بس أنه هلأ هي أنا منحكي تقريبا كل يوم يعني أنه مين سيرين عبد النور صراحة هي من الناس مثلا اللي حكيتها إذا بدنا نحكي عن أنه عبر لعن حبي يعني عبرت لعن أنه إنت وكذا وكنت عنجة ناطر أنت جاوبتني يعني كانت تفوت شاي كذا جاوبتني أنه ليش بعد ما جاوبتني في مشكلة ليش بعدها مش سين فهيد الحكي كان شوي من زمان يعني مش كتير جديد وهلأ شائعة الظروف أنه صرنا عم نشتغل تقريبا مع بعضنا فكتير منحكي أنا وياها أكيد شو عم تشتغله هلأ كان في عنده مسلسل العين بالعين كنت أنا عم بعمل لها كوفريج لأله للمسلسل يعني وكانت هي عم تطلب مني قصص كمان إبعط ليها بشكل خاص ما كانت عم تتواصل مع رمي عياش بلا بس أنه بشكل شوي أقل معه بالشخصة شو فيه هلأ غنو اللي عم بتقوله أنه كأنك أنه أنت كتير عادي وأنه مش فرقة معك مش قصدي مش فرقة معي وعنجد مش شوفت حال بس أنا بحكم شغلي إن كان بالتمثيل وإن كان بشاهد صرت على تواصل مع كتير أسامة مع كتير ناس عن جد عم بحكي يعني مثلا ظافر العبدين كان ممكن يكون للأشخاص اللي بعت له المسج قبل هلأ مش بعت له بس كان ممكن أبعت له مسج وبعرف أنه ما كان رح يرد علي هلأ كمان بتواصل معه كتير وكتير ناس تانيين تقلى شمعون مين فيك تذكريني وارد الخال يعني عم بحكي عن أسامة تعتبر كبيرة أنه هذي صرت كتير بتواصل معهم وخصوصا برجع بقليك بيشاهد مثلا كمان بيكون في تواصل كتير مع ناس ما كنت بتخيل أنه ممكن أصل لهم فبستحي لأنه حتى في عالم أقل شوي يعني ككاليبر مثلا مريضة الحلانة بنته العاصي الحلانة أول ما بلشت تغني أوكي أول أول ما بلشت تغني بعضت له مسج على انستجرام كنت صرت كبير مش قصدي أنه أحبه مش ما بحبه مش قصدي أني بحبه بس قلت له أنه أنا بكتب أغاني يعني بوقتها كنت أنه بدي شؤون وخلص ما بقول شي تغني أنه قلت له بكتب أغاني هلأ ما ردت علي قمت بعد فترة منا كتير طويلة اشتهلت معها مسلسل كامل كنا أنا ويها الأبطال يعني كنا أبطال بنفس المسلسل فأول شي عملته لما عرفت أنه هي البطلة فتت على انستجرام ومحيط وشلته للمسج بطبيعة الحال أكيد ومحيط اللي شلته لأنه ما فيه يومين ثلاثة يعني صارت تنجل ستوريز وكذا فأكيد كانت لاحظت أني بعت الله بس أكيد بعدها بعد نصرنا أصحاب خبرت يعني خبرت أنه أنا بعتلك مسج وأكيد أنت مش قارك هل وين الستوريز طبعك ايه ولا عن جد هل هل اللي هلأ عم تخبرنا إياه هون هل ستوريز فكرت ستوريز عن انستان مارسي أنت لمن عاملتيا ومش رادد ما بعمل هلأ خلاص معاش معاش تغازبي وحيات الله وحيات الله مش باعت لحد هلأ أنا بس نصيحتي للناس اللي سمعت هيدا السؤال عن جد نتبهوا مش نتبهوا بس أصدق أنه إذا ممكن تلتقوا بهيدا الشخص بعدين نتبهوا شو تكون المسج أنا مش أنه إزلال أو شي بس أنه سائلي شويت تعرفي على شخص تصيري أصحاب أنت وياه يفوت يكتشف أنك بال2014 باعت تيله أنه أنت فان أو أنه يه من هول العالم وخصوصا أنه هلأ أنا ما فيني بحكيهم كفان يعني أنا بحكيهم كشغل فمش حلوة أكيد توصل أنه عرفت أوكي أيوه عملتيا عملتيا ما عملتيا أنك تستعملي فرشاية حدا تاني بالبات لأنك مستعجلة وما عم تلاقي فرشاية تيك فرشاية سنين إيه بالبات لا أمش سايلا معا بات سلاش مخيم سلاش كل شيء ماكسيمم ماكسيمم أنا اللي بعمله أنه بدغري بحد دول سنين على سنين ما بستعمل فرشاية حدا تاني أوكي مش شاية حدا تاني بتستعمليها أو ما يعرف بالشحاطة إيه عاد لا عاد أنا ما بحب أبد أن أحد يستعمل لي مش شاية أو شحاطة بس لا تكوني بتعرفي في حال جامعتنا الظروف أنا كنت بالصليب الأحمر فترة طويلة وتخلصت من كتير عقاد بحياتي منهم الدم منهم الاستفراغ منهم كتير إشياء الدم ما كان عقادة بس الاستفراغ كان مشكلة وبمجرد ما استفرغوا علي أول 11 حالة صرت متقالف بس أنا ما قدرت أتخطى حتى بالصليب الأحمر مع أنه كنا ننام ونقوم كلنا مع بعض إنه حدا يستعمل لي مش شاية أو ما يعرف بشحاطة يعني كنت بس يستعملوها عن جد أتركة بالمركز وإشتري غيرها هالقد ما بحب ما بعرف ليه إنه بحس إنه إليه ليه إنه بتقرف من الإجران بس ما بحس إليه يعني بحس عيدها شي إليه إنه ممكن أي شيء ما بقرف يعني أنا مثلا باكل من بعض الأشخاص من مكانه اللي بدي كياه بشرب من بعضهم ممكن عوز أي شيء أنا وإياههم مشترك شو غريب كتير ما بعرف ما بحب أبدا هالشغل يعني هلأ بلشت شوي أتخطيها لأنه ابن أختي إيام بيلبس لي مش شاية بطعها بس إنه أوكي أنيوي أنت عملتا ما عملتا عملتا ما عملتا يا هيسم ما علي هيك هيك شوي سؤال جريء إن شاء الله تكون أده هل شي مرة يا هيسم وبتمنى هيدا سؤال بس أنت تجاوب عليه وما يرجع يجي لدور لأ هيدا اسمها هيدا اسمها لا عنجها دعمو المعروف احتراما لأسئلتنا أنه ليش أسئلتي خلص هيدا بس أنت بتجاوب عليه هل يا هيسم بنهار من الأيام كانت ظاهر أو عندك ظاهرة أصحاب ما بعرف رايح تاخدار ستينيما رايح تتعش واتأفر وقررت إنه تطلع منك لابس بوكسر يعني أو شو بوكسر بالعربي سروان تحتي سروال داخلي داخلي هل شي مرة صايرة معك إنه مقرر ما تلبس سروال داخلي وتخرج شوفي قد تكوني بانتظار جواب قد تكوني قد تكوني بانتظار جواب مفاجئ ولكن راح فاجئك أكتر من الجواب يلي أنت نظرتي أول شي جوابي على هيدا السؤال هو لا ولا مرة عملتها صراحة ولا مرة حسيت إنه إنه شي حلو إنه أصلاً إنه أعملها نحن عم بحكي شخصياً أنا كشاب يعني إنه ما بحسها شي مريح صراحة إنه بالعكس المريح أكتر هي إنك تكوني يعني لابسة يا بوكسر ولكن مرة أجريت حديث مع أحد الأشخاص يلي هو الحلاق طبعي عم خبرني إنه هو من الناس يلي بيحبوا إنه ما يلبسوا يعني كنا كذا حدا بالإجمال إنه بالحياة مش بس إنه إجعى باله لا لأ وردة فعلي كانت جداً مدرك إيني يعني مثل كأنه عم تلبق إنه إنه صار تفكر هل هو هلأ لابس أو لأ هل عم بيقلي لأنه هلأ مش لابس وعم بيقص لي يعني صار يخترع بالي كتير إشياء بس طلع إنه لأ الزلمة بيحب يعني بيرتاح أكتر إنه ما يكون لابس سروال داخلي يعني لما تسمح له الفرصة إنه ما يلبس ما بيلبس بس إنه أنا ما كتير فهمت صراحة للنقطة يعني ما عرفت لاش صراحة وأنا شخصياً لا مش عاملة برجع بقلك ما بحسة مريحة لو بحسة مريحة يمكن بجربها بس إنه ما بحسة شي مريحة أوكي دورك هلأ أنت قررت إنك ما تجاوبي على هيدا السؤال بس أنا السؤال اللي بعده يمكن إنه أضرب فرح قوله شو هو يلا قوله عملتيا أو ما عملتيا بس فيني قللك بس ذاكرك إنه أول شي بمصوار أكيد تحية لكل اللي عم بيسمعونا بكل البلدين العربية بس بيهبني بس ذاكرك يا هيسم إنه نحنا يعني أغلب مستمعين أول شي بمصوار من شابه المراهقين نعم وبالتالي هنا بينظروا لنا هنا بينتظرونا وبحبوا يتعلموا منا فبالتالي بتمنى على سؤالك يكون وأكبر نعم وأكبر دليل على إنه نحنا قدوة لهالأشخاص اللي عم يسمعونا هو إنه أجوبتنا هي ما عملتا على كل هالأسئلة نعم هيدا بس لنوصلن إنه ما تعملوا لا عنجاد هلأ معيك حق بس إنه بحال أفان طيب رح أجله كمين مرة لك خلص جايز عنجاد أنا هيدك اليوم ما نزلت بس ستوري على أول شي بمصور إنه حدا كان معلق لنا إنه أنا كنت تحب كتير البودكاست بس إنه شوي كتير عم بتشجو على الجنس وكذا وهاكي إنه أغلب أجوبتكن كانت إنه أنتو بتعرفوا صورة البودكاست قدي البودكاست قدي أنا وهيسم هيكي عنجاد مثل جلسة أصدقاء ما في فلتر ما في شي يعني اللي بقلبنا على راس لسينا وإذا بدنا نعمل كل هالحلقات وندعي شي نحنا ما بيطلع مثل ما عم بيطلع هلأ وإنتو هيدا اللي عم بتحبه بتزيد على حكيك شغلي عنجاد مش تبرير بس نحنا دايما منقول البودكاست جماله اللي نحنا منحبه على القليلة هو إنه عفوة ونحنا المواضيع اللي منحكيها هي مش مواضيع نحنا عايشيناك اليوم هي مواضيع عنجاد بتخطر عا بالنا فمنقول النظر إذا نحنا منقيم فيها ما منقيم فيها منحبها ما منحبها نحنا منقول المواضيع يعني بس منطرح المواضيع على الطاولة إذا بدكن فهيدا الشيء أكيد نحنا لا منكون عم نشجع حدا يعمله ولا لا ولا العكس لأنه دايما نحنا منقول إنه الحرية هي أهم شيء فبس هيدا فرجاء يكون خلينا نشوف هلأ من بعد كل هالحاك اللي حكينا شو رح يكون سؤالك رح أجله لكن رحقول هلأ شي قابله وبأجله لا لا بشرفك رح يكون آخر سؤال رح يكون آخر سؤال عبالي كتير هلأ يكون إنه من بعد كل شي حكينا عبالي شوف مستوار شو هو عبالتيا أو معملتيا إنك كنت مع حدا بالسيارة بوضع غير لائق هلأ رح أحرجك أكتر هايسا مؤلك فيك تلي على الأد شو كنت عم بعمل يعني قد يكون عم تميرسي الحب أو أشيات يعني لا يعني مثلا إنه يعني وضع مش كتير لائق بينتكن يعني عم بيصير فيه قصة سيكة إنه يعني من الأخر موقفين السيارة ولا ماشين فيه أنا موقفين السيارة يعني مثلا إنه شو كذا هايسا أمور معروف موقفين هتري مستمعين واحترم هي قصدين موقفين صوت الموسيقى موقفين السيارة وموقفين موقفين كذا شغلة منهم الموسيقى وموقفين تفكير بالعالم الخارجي وعم تتسيروا هيك بموضوع حساس لا عن جد هلأ ليك مش تا مش تا الدعي المثالية مثلك وبس تقول إنه ما عملت أكيد أكيد فيه يكون رامي بس أنا شخص أبدا ما بحب أعمل أي شيء بالعلن إن كان بالسيارة أو غير بالسيارة مش حتى رامي زوجة تجراسة ابن عمي حتى لما نكون إن بابلك أنا مني من هيدا اللي بتندلق على جوزة وبتقعد تبوث فيه وتغنجه وتعمل حركات يعني بحب دلني هيك محترمة إنه هول القصص بيصيروا بالبيت برا منحترم العالم تعرفي أنا مع كل الحب واحترامي لكل حريات الناس بس كمان من الأشخاص يلي شوي بيزعجني أو بحسوا نافر حتى المجوزين عم بحكين اللي عندهم عائلة اللي بيقعدوا يبوثوا بعض مثلا قدم الناس إنه خلص أنا ما حدا بيحب بيشق هفه الشي إنه هيدا شي إلكم هلا أكيد أكيد بطبيعة الحال أنا 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 بحترم أكيد كل إنسان وكيف شايف الأمور وإذا حابب يعني يعبر لمرته أو وتأثر عن اللي حاسه برافو عليه بس إنه أنا شخصيا عن أناعة شخصية يعني ما بحب أنت بتحب لا لا ما بحب بشوف هيك إن مش ما بحب بشوفه أكيد هيدا حب النهاية بس إنه بحسوا شي كتير برايفت وخاص فيكن حتى البوسة حتى البوسة الحميمة بحسة شي لقلكم يعني لأي بتكون تبوسوا بعضكم قدام الناس تانكيو سؤالي لقلك هيسا ما عملت أو ما عملت إنه رجعت هديت هدية ووصلت لك يعني أنت الكادو ما بينكدا أورادي وصل لك كادو يمكن ما عجبك عندك مثله واتأفر وإجيك مناسبة متحملته ورحت فيه هلا إذا بدنا نستقصي كل المرات يلي وصلتني كادو أعطيها لأبن أختي لأنه كانت صغيرة علي بقول ايه في أيام بهدي كادويات ما كتير بتكون عجبتني صراحة بس إنه ما بتكون كادو من إنسان بعز علي أو بحبه كتير لأنه أنا من الناس يعني ما سنحة الفرصة للأسف إنك تشوفي غرفتي أنا من الناس الكتير بحب جمع كلاكيش كلاكيش بمعنى أنه بحب جمع من كل شخص إشي معينة أنا عندي مثلا صور شمسية لأغلب الأصحاب والناس بحبهم بحياتي عندي أصص منهم عندي مثلا شي مرة ظاهرين شربانين ستاربوكس أو ما بدنا نعمل دعاية أي شي قهوة شو عندك مني ببيتك بقوتك ريحتك بعدها معشعش ببيتك بس أنا ما فتت على غرفتك ولا مرة تعرفي إنه عن جد عندي صورتك الشمسية وإخدها منك مرة بمبسي عندي صورة شمسية لأليك مش مظبوط عندي صورة شمسية لأليك صورة ولا صورة صورة شمسية وفي حال ما عندي صورة شمسية عندي المق طبعك اللي شربتي فيه طبع أول شي بانصوار وبعضهم بصماتك علي يعني أي أفشي في كبب ما أقع الجانية لا لا عن جد عم بحكي أنا بحب كتير يضل عندي القصص حتى السخيفة بفاجئك بشغلي بعد وتفاجأي رجاء يلا رح أتفاجأ وحيات غنوة إنه بعضهم عندي الرسائل اللي كنا نبعثهم لبعضنا بالصف أنا وأصحابي وحيات الله وإذا بتعطيني هلأ وقت بروح بجيبلك بوكس هلقاد كله بس وراء مخزقة ومكتوب علي أصص مثلا منحكي على الفرصة ليكو شو صار مع فلانة داخلكون شو عملت كذا كلهم موجودين عندي من وين جاي هالحب لهالتجميع الأصص وزيادة على الكلكشن طبعي كمان إذا بتحب بفرجيك إياهن كل مرة راي حضران فيلم بحياتي أنا بالسينما كل مرة حاضر فيلم هلأ أي فيلم تقولي لي حاضروا بالسينما ترك عن تيكت خبرنا ليه يعني ليه عندك هالحب أنا حدا كتير كتير بيتذكر يعني أنا حدا كتير بحب اللحظات اللي بتقطع لأنه من أكتر الناس اللي بقول أنه عن جد ما بيجي مثله فكتير بحب لما اتطلع بشغلة بكون عن جد بعرف هيدا نهار شو صار فيه يعني بعرف أنا ومين رحت وشو صار وقديك أنا مبسوطين أو زعلنين فبحب أني خلي هيد الأشياء وعن جد كل ما أتطلع بشغلة مش أنه بقول هي هيدا من أي متى لا لا بعرف يعني هيدا بعرف أي متى رحت وشو عملت فيها وكذا بترجع لكل ذكريات هيدا النهار إذا بديك فنجع لسؤالك الهدية إذا من حدا عزيز أكيد ما بهدية لحدا وما بتخلى عنها ما بترجع بس إنه إذا حيال من حيال لإنسان يا بعطيها لأبن أختي إذا أنا ما كتير حبيتها أو إذا صغيري علي يا برجع بهدية لإنسان يعني إذا مثلا بارفامة حبيت لريحتها أو أنا ما بحب لريحتها بالعادة أنا صارت معي بوقت العرس إنه إجاني كتير أصص كريستال وما كريستال وأنا I'm not into كريستال فإنه رجع هيديتهم لعالم بحبوا الكريستال مثلا إكزاكتلي مثلا وهلأ صرتوا هي أيها الناس اللي إنهدوا كريستال بتعرفوا إنه عطيتكم إياهون وهي مش شاريتهم أوكي عملتيا إليك عملتيا رح نعتبر إنه هيدا آخر سؤالة إليك وأنا بعد رح أقول آخر سؤالة إلي أوكي فاري نافلا وهيدا أصلا يا لنا إيه سؤال لا مش ناقل هيدا آخر سؤال محضره أوكي عملتيا أو ما عملتيا إنك تعملي fake account لا تعملي stalking لحد على social media هلأ بعتقد أنه أنا بالجزء الأول سألتك هيدا السؤال بس رح نغد النظر لا ما سألتين إيه أوكي سوكين جوابي أوكي أنا جوابي إيه يعني أكيد مش تقلتين إيه آآ أوكي لأ أنا مني عاملة أو يمكن أنا بوقت أقلتلك إنه مني عاملة مني عاملة لأنه أنا مش عاملة بس كنت بدي وقعك بس for the simple reason إنه مني عاملتها لأنه أنا دغري بفوت من الأكاون طبعي عادي إنه stalking حتى طبع الـ stories اللي عالم اللي ما عندي إياها بفوت لها عندهم وبشوفها إذا بدي شوفها أعرف حلو السئة وحلو أدي عندي كيها آآ أنا كمان أكد عبتسأل عليك إنه عاملة قبل آآ مش عاملة وبحس إنه كمان الناس اللي عبالي أتفرج على profile أو عملهم stalking أراد موجودين عندي يعني وكننا حكينا عن هيدا الشي بحل إيه مية بالمية أوكي رح أسألك أنا آخر سؤال من عندي خليني شوف عندي بعد كان كذا سؤال رح نقى أكتر سؤال هيك جوسي أوكي يلا أولي بانتظار أسئلة غنوة الجوسي بذكركم بنهاية هذه الحلقة إنكن تعاملوا لنا follow على أول شي بمصور على إنستغرام وأكيد تسمعونا على كل منصات البودكاست ياللي بتحبوها أول شي بمصور أكيد عم فيكم تسمعوه على أبل بودكاست حكواتي أمغامي سبوتيفاي وكل مواقع البودكاست رح نسمع آخر سؤال من غنو سؤالي بيقول باي وإلى الملتقى الأسبوع الجاي عملت عملت أو ما عملت يا هيسم إنه تلتقت صورة لشخص بلا ما يعرف عملت أكيد أوكي عملت كذا مرة بس أكتر مرة بتذكرها كنا شبابين ملنا كتير صغار كان في صبي موجودة بمحال بأحد المولات باللبنان ما رح نذكر له اسمه عجبته لشاب رفيق عادل مرحبا بوجه لك تحيي بتسمعنا عجبته لهيدا الشاب فقلت له ولا يهمك عندي درابط على صدري قلت له أنا بصور لكيها بلا ما تعرف وقفته هو ابن خالتي وعملت حالة عم صورهم وصورت لقلا وراه فقام طلع السكوريتي جاي أو السكوريتي اللي كان موجود وراي شافني عم صوره وطلع صحابه وتم طردنا بنجاح من المول يلي ذكرته نعم ويعني تعممت أسامين لأنه كنا وأكيد محت الصور بطبيعة الحال بس أنه رجعت عملتها بحياتي يعني أنه عملتها أكيد يمكن الأسباب تكون مش سيئة بس أنه عملتها أنه كذا مرة عندي صورة على تليفوني لناس مش عارفين أكيد أنا كمان عملتها بطبيعة الحال أنه هيك إن كان أيام لها شوين تسيئل مع أنه هيدا شغلة مش حلوة أو أيام لنفرج شخص لأصحابنا أنه لاتسي هيدا شخص بيعني يعني لا بطبيعة الحال بتصير هلأ هي مانا شغلة أكيد لذيذة يعني أكيد مانا شغلة لذيذة وهون بحب بس هيك قبل ما ننهي وجه تحية لريمة ورشل لهني إخواتي يلي على تليفوني بالجالري طبعي فيه أكتر من ألف صورة لبنات يعني هني كلما يروحوا يصهروا في محل معين بيصوروا لبنات بيقولوا لك هايشو حلو لك هايشو مهضوم يبلكي بيهزة وبتجوز وهني مش عارفين إنه أنا شايل الفكرة من راسي كليا على أمل إنه يومي من الأيام نفرح فيك يا هيسم ونسمع هالخبر الحلو اللي بعتقد كتار من مستمعين أول شي بمصور منتظرين وصراحة لا يفرحوا فيك يعني ما بعدكم نوينغ هيسم بس إنه منتمنى هيدا الشي كلنا thank you so much لوجودك بحياتي يا هيسم ملتقينا الأسبوع المقبل منقول باي منقول باي الداحل ونقول لساوي يلا واح نقتل باي باي